بيبدأ الفيلم بيرجر ستوم وهو بيتكلم في التليفون وبعدها بيركب عربيته وبيطلع من السواق ان هو يودي المكان مفتوح وبعدها بيكلم ابنه في التليفون وبيطلع منه ان هو يسمع كلام مامته وبيكلم مراته بعدها وبيقول لها ان هو بيحبها وبعد ما بيقفل معاها بينتحر وبعدها بنشوف أنجلا محللة أنظيمة الكمبيوتر وهي قاعدة في بيتها وقدامها شاشتين كمبيوتر وبتكون أنجلا أخصائية في أنها تطلع الثغرات من ألعاب وبرامج الكمبيوتر وبتقضي وقتها كله وراء شاشة الكمبيوتر وبتشتغل في شركة عن بعد مع واحد اسمه هسمن اللي بيبعت لها عن طريق شركة شحن ديسك كمبيوتر فبتستلم الطاعدة من موظف الشركة وفي الوقت ده الست العجوزة جاريتها بتبص عليها وده لأن أنجلا بقالها أربع سنين سكنة في المنطقة وملهاش أي اختلاط مع حد فيها لدرجة أن جرانها ما يعرفوش حتى اسمها إيه أو بعد ما بتاخد أنجلا الظرفة من موظف شركة الشحن بتتصل بهسمن اللي بيطلم منها أنها تشغل الدسك وتقوله على الثغرة اللي فيه وبيكون متحمل على الدسك برنامج الحارس واللي طراحته الحكومة كمحرك بحث جديد على شبكة الإنترنت وأول ما بتشغله بتكتشف أن فيه ثغارات كتير تسمح بالتجسس على كل بيانات المستخدمين وبتعرفه أنها محتاجة وقت أطول علشان تدرسه ولما بتسأله عن تفاصيل أكتر عن البرنامج بيعرفها أن الكلام ده مش هينفع في التليفون وأن هما لازم يتقابلوا فبتقولوا أنها مسافرة أجازة للمكسيك وممكن تقابلوا في المطار قبل ما تسافر وبعدها بتروح تزور مامتها في دار رعاية المسنين وبتحاول تفكرها أنها بنتها وده لأنها بتعاني من مرض ألزهايمر وبعد كده بتستعد أنجلا رحلتها وبتوصل للمطار وفي نفس الوقت لما بيطلب هسمن من برج مرأبة المطار أن هما يدولوا الإحداثيات اللي هينزل بها للمطار بطيارته الخاصة بيدولوا إحداثيات غلط والطيارة بتصطدم بمبنى وبتنفجر ولما بتعرف أنجلا بعدها بخبر موت هسمن من المدير بتاعهم في التليفون بتزعل جدا وبعدها بتسيب عربيتها في المطار وبتركب الطيارة وعلى شط البحر في المكسيك بتتعرف على جاك وبيقربوا من بعد أكتر وبيسهروا مع بعض في مطعم وبيتصوروا هناك وبعدها بيخرجوا يتمشوا على البحر وبيسرق حرامي شنطة أنجلا فبيجري جاك وراه بس المفاجأة إنه بيطلع جاك متفق معاه فبياخد منه الشنطة وبياخد منها الدسك وبعدها بيرميها وبعدها بنشوفهم هما الاتنين في يخت في البحر وبيحط جاكت دسك في درج في اليخت وبعدها بيحطوا في جيب الجاكت بتاعه مسدس علشان يقتلها لكن بتحصل ما بينهم علاقة وبعدها بتلاقي أنجلا المسدس بتاعه ولما بتواجهه بتلاقيه عارف كل حاجة عن حياتها ولما بيدربها بالمسدس بيلاقيه فاضي لإنها خدت منه الرصاص فبيهجم عليها وبيحاول يقتلها لكنها بتضربه على راسه بإزازة وبتقدر إنها تاخد مفاتيح القارب المطاطي والدسك وبتركب قارب الإنقاذ المطاطي وبتهرب منه لكن القارب بيخبط في صخور وبيتقلب وبعدها بتفوق أنجلا في مستشفى في المكسيك وبتعرف من الدكتور إن الصيادين لقوها في البحر وجابوها على المستشفى وبعدها بيديها الدكتور الحاجات اللي كانت في جاكت جاك اللي كانت لابساه واللي بيكون من ضمنهم الدسك واللي بيكون بوز من الشمس والمية وبعد ما بتخرج أنجلا من المستشفى بترجع للفندق اللي كانت نازلة فيه ولما بتطلب مفاتيح قضتها بيعرفها موظف الاستقبال إنها عملت تشيك أوت من الفندق من أسبوع فبتطلب منه إن هو يتأكد من اسمها فبيأكد لها إنها ثابت الفندق من أسبوع وبعدها بتقابلها واحدة وبتسألها إذا كانت روث ماركس فبتعرفها أنجلا إن ده مش اسمها لكن الموظفة بتوريها الفايل اللي فيه صورتها وقدامه اسم روث ماركس وبتعرفها إنها مقدم على طلب استخراج هاوية أمريكية من السفارة علشان ترجع لأمريكا بعد ما جواز سفارها ضوع منها ولما بتعرف أنجلا إنها مش هتقدر ترجع لأمريكا إلا لو مضت على الطلب اللي في الفايل باسم روث ماركس فبتضطر تمضي ولما بترجع أمريكا وبتنزل المطار ما بتلاقيش عربيتها هناك زي ما سابتها فبتركب تاكسي وبترجع للبيت فبتتفاجئ إن بيتها عليه يفضل البيع ولما بتدخل البيت بتلاقيه فاضي وفيه وكيل شركة عقارات بيعرفها إنه معاه معاد من عميل علشان يبيع البيت فبتطلب الشرطة وما بتقدرش تثبت قدامهم إن هي أنجلا ولما بيستشهدوا بجريتها بتقولهم إنها ما تعرفش اسمها إيه ولأن الباسبورت سرق منها ما بيكونش معها أي إثبت على شخصيتها فبتوريهم الورق اللي رجعت به الأمريكا واللي بتكون ماضية عليه باسم روث ماركس وفي نفس الوقت بيكون جاك واقف بعربيت وقدام بيتها بيرائبها ولما ظابط الشرطة بيعمل بحث على اسم روث ماركس بيحمل جاك على البرنامج إن روث مطلوبة في قضية مخدرات ولما بتحس أنجلا إنها هيتم القبضة عليها بتاخد تليفون موظف العقارات وبتهرب وهنا بيجري جاك بعربيت وراها ولما بتتصل برئيسها في الشركة اللي كانت بتشتغل فيها بيعرفوها إنه ما بقاش يشتغل في الشركة وبتفهمها السكرتيرة إنها ممكن توصلها بالموظفة أنجلا بينت وبتتصدم أنجلا لما بتلاقي واحدة منتحي لشخصيتها بترد عليها وهنا بتطلب منها الموظفة اللي منتحي لشخصيتها إنها ترجع لهم الديسك علشان تقدر تستعيد حياتها مرة تانية وبتتفاجئ بإن جاك دخل في المكالمة وبيطلب منها إنها ترجع لهم الديسك فبتسيب التليفون وهي مصدومة وهنا بيتصل بجاك هاكر شغال معاه وبيعرفوا المكان اللي أنجلا فيه ورقم التليفون اللي تكلمت منه وبعدها بتتصل أنجلا بألان الدكتور النفسي بتاعها فبييجي أخذها بالعربية ولما بتركب العربية معاه بتطلب منه إنه هو يجيب لها اللابتوب اللي ديتهوله قبل كده ويحجز لها أوضة في فندق وبعدها لما بيروح جاك للمكان اللي أنجلا المفروض إنها تكون فيه بيشوف واحد من المشردين وهو معاتليفون فبيعرف إن أنجلا هي اللي ديتهوله وبعدها بيأخذها ألان ويوديها الفندق وبيجيب لها لبس جديد وبتحكي له أنجلا على كل اللي حصل لها وبتقول له هي منهارة إنهم عارفين عنها كل حاجة وإنهم مسحوا كل حياتها وبتقول له أنا مش عارفة ليه عملوا معايا كده مع إنه حد مش مهم فبيحاول ألان إنه هو يهديها وبيفهمها إنه ليه واحد صاحبه محقق في الـ FBI هيكلمه علشان يشوف مين الناس اللي عملوا فيها كده فبتوافق وبتطلب منه إنه هو ينقل أمها المصحة تانية وبإسمه مستعار فبيوافق وتاني يوم بتستخدم أنجلا الإنترنت وبتتواصل مع واحد هاكر مختص في كشف ثغرات برامج الكمبيوتر كانت بتتكلم معاه دايما وبتتفق معاه إنهما يتقابلوا بالليل علشان يشرح لها الحاجات اللي ظهرت لها لما فتحت الدسك واللي بسببها حياتها كلها تقلبت وبيتفق إنهما يتقابلوا في ملاهي موجودة في منطقة قريبة منها وفي نفس الوقت بيقدر الهاكر اللي تبع جاك إنه يهاكر اللابتوب بتاعها وبيعرف المعاد والمكان اللي أنجلا هتقابل فيه مختص الشبكات فبيبلغ جاك بالإسمعه ووقتها بيروح جاك لمختص شبكات الكمبيوتر لبيته وبيقتله وفي نفس الوقت بيوصل ألان لقودة أنجلا وبيعرفها إنه عدع الصيدلية اشترى الوصفة الطبية بتاعته وبيطلب منها إنه هما يتعشوا مع بعض لكنها بتقوله إنه عندها معاد مهم هتعرف بعد والسبب كل اللي بيحصل لها ده فبيقول لها إنه كلم بين صاحبه لشغال في الـ FBI وقاله على موضوعها وبيفهمها إنه عايز يقابلها فبيتعرفه إنه ما عندهاش وقت تقابله وإنها لازم تنزل دلوقتي فبيقول لها إنه هيوصلها وفي الطريق بتقوله إنها قدرت تعرف إن الموظف وزارة العدل الأمريكية بيرجرستوم واللي قاله إنه مات بسبب فيروس انتشر في جسمه قدرت هي تعرف إنه انتحر وما ماتش بسبب الفيروس وبتفهمه إنها عرفت المعلومات دي من تقرير تشريح الجثة بتاعته واللي قدرت توصله بعد ما هكرت ملفات الشرطة وهنا بيبتدي ألان يكح وبعدها بيغم عليه ولما بتنقله للمستشفى بتعرف إنه في حد حطله البنسلين اللي هو عنده حساسية منه في الوصفة الطبية بتاعته ولما بتسيبه وبتروح تقابل الهاكر في الملاهي بتتفاجئ بجاك قدامها ولما بيسألها عن الدسك بتعرفوا إنه باز منها في المكسيك وبعدها بتقدر تهرب منه وفي نفس الوقت بيقتل واحد من رجال جاك ألان في المستشفى ولما بتعرف أنجلا موته بتنهار وتاني يوم بتتفاجئ بعربية شرطة باتطردها وده لإن الهاكر اللي تابع جاك بيقدر يهكر أجهزة الشرطة وبيبلغ عن أنجلا إنها سرقت عربية ألان ولما بيطابد عليها بتحاول تفاهم المحامية بتاعتها إن في حد مسح كل حياتها من على شبكة الإنترنت وإديها حياة واحدة تانية خالص هي ما تعرفش عنها حاجة لكن المحامية ما بتصدقهاش وبتتفاجئ بعدها إن في حد ضمانها وطلعها من السجن وبتكتشف إن اللي ضمانها هو المفتش بين صاحب ألان وبعد ما بيخرجها من السجن بتركب مع عربيته وبيفهمها إن جاك من ضمن عصابة كبيرة بيحاولوا يقبضوا عليهم بقالهم فترة وبيسألها إذا كان معاها نسخة تانية من الدسك اللي باز منها في المكسيك ولا لأ وهنا بتعرف أنجلا إن بين بيشتغل مع جاك وده لإنها ما قالتش المعلومة دي غير لجاك فبتجبر بين إن هو يقف بالعربية وبتنزل هي تجري ولأن جاك إن بيرقبهم بيجري وراها بعربيته لكنها بتعرف تهرب منه وبعدها بتنزل في فندق صغير وبتشوف في التلفزيون صورتها واتهام ليها بإنها هربانة من الشرطة وهنا بتقرر أنجلا إنها تروح لمقر الشركة اللي هي كانت شغالة فيها من البيت واللي دلوقتي بتشتغل فيها لمنتح لشخصيتها ولما بتوصل الشركة بتقدر إنها تشغل إنذار الحريق ووقتها كل الموظفين بينزلوا من الشركة فبتقدر إنها تطبع نسخة من معلومات برنامج الحارس اللي هدفه هو اختراق أجهزة الكمبيوتر والتحكم في حياة أي حد بيستخدم شبكة الإنترنت وبتعرف إن اللي ورا الثغرة في برنامج الحارس هو رجل الأعمال جيف جريك وإن بيرجري ستوم كان ضد البرنامج ده ولما هددوا إن هما هيدمروا حياته انتحر وبعد ما بترجع أنجلا المزيفة لمكتبها بتعرف إن أنجلا خدت كل المعلومات على ديسك فبتبلغ جاك وبينزلوا هما الاتنين يدوروا عليها وبيشوفوها وهي دخلة سنتر موكسون للكمبيوتر ومن هناك بتبعت إيميل للإف بي آي فيه كل المعلومات اللي عرفتها ومع الإيميل بتبعت نسخة من الديسك اللي خدته من كمبيوتر البنت اللي انتحلت شخصيتها ولما بتشوف جاك بيقرب منها بتشيل الديسك اللي عليه المعلومات وبتحط مكانه ديسك تاني وأول ما بيوصل لها جاك بتقوله إنها بعتت كل المعلومات اللي عرفتها للإف بي آي فبيقول لها إنه يقدر يوصل لشبكة الإف بي آي ويمسح الإيميل اللي هي بعتته ليهم وأول ما بيدوس على زرار إلغاء الإرسال بيتفعل الفيروس اللي حطته أنجلا في الديسك وبيتضمر محرك بحث الحارس وبكده بتستعيد أنجلا حياتها وبتقدر إنها تهرب من جاك مرة تانية ولما بيطاردها هو والبنت اللي معاه بيقتل جاك البنت بالرصاص على إنها أنجلا ولما بيطارد أنجلا بعدها بتضربه بتفاية حريق على راسه فبيموت وبعد فترة بتروح أنجلا تعيش مع مامتها وفي نفس الوقت بيتقبد على جيف جريك بتومت الاحتيال وبيتوقف التعامل بمحرك بحث الحارس وبيرجع الفضل لأنجلا في إنها كشفت مؤامرة التجسس والثغرة اللي كانت في محرك بحث الحارس واللي بسببها كانت هتتدمر حياة ملايين الناس وبكده يكون خلص فيلم النهاردة لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وشير وسابسكرايب لقناة اليوتيوب ولصفحة الفيسبوك ولو بتحب الملخصات الكوميدية تابعوني على قناة وصفحة مروى القاضي